السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اضطرابات القلق اضطرابات القلق تعتبر من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارا بين الناس بل إن بعض الإحصائيات تشير إلى أن 40% 40% عدد كبير ترى 40% من الحالات الجديدة التي تأتي إلى العيادات هي في غالبها هي اضطرابات قلق ذلك أن اضطرابات القلق متنوعة متعددة اضطراب قلق الانفصال البكم الانتقائي اضطراب الهلع اضطراب القلق الاجتماعي اضطراب القلق المعمم اضطراب الرهاب كل هذه تعتبر من اضطرابات القلق اضطرابات القلق طيف واسع من الاضطرابات ما تتسم به هذه الاضطرابات بشكل عام هي النوع من الانشغال الزائد الخوف الخوف من شيء غير معروف أحيانا وكثير من سلوكيات التجنب تجنب كثير من المواقف وتجنب كثير من الاشياء لتجنب الخوف والقلق الأمر باختصار أننا سنتكلم عن هذا الموضوع وهو اضطرابات القلق وتشخيصه من خلال التشخيصات المعروفة حاليا في الطب النفسي تشخيصات الاضطرابات القلق المختلفة الفروق فيما بينها ثم سنتكلم عن مواضيع العلاج كيف يعالج اضطراب القلق الآن في سياق الطب النفسي والعلاج النفسي هذا ما سنتكلم منه إن شاء الله في هذه المادة نبدأ خلال سبع قادم إن شاء الله في هذه المادة مع المشاركي معنا على منصة Patreon سيكون هذا متاح فقط للمشاركين معنا في درجة الداعم المتخصص الداعم المتخصص لأن هذا الأمر يعني المتخصصين أو المنشغلين سواء في الطب النفسي العلاج النفسي الاستشارات النفسية الاستشارات التربوية الناس المهتمين في مسائل التربية والتعامل مع البشر في شكل عام والمهتمين طبعا بهذا الشأن نراكم على خير نسى الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد والثبات ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوتي لا تسمع نهاية كلامي هذا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم